طيب من أخبارنا النهاردة كمان مطش البنك الأهلي بكرة مباراة مهمة جدا أنا مش عارف بصراحة يعني مش عارفوا خلينا اسمع رأيكو برضو هسأل طبعا كابتر رمضان بعد إصابة بيرسي تغامر بكرة تغامر بكرة بنجوم الفريق اللي بقوا معدودين على إصابع اليد يعني أنت النهاردة عندك غيابات بالجملة عندك الأكيد بنون شناوي حمدي عندك أكرم عندك معلول مكمل محدش عارف معلول راجع إمتى يعني وارد جدا تونس أنا بيننا أتمنى الأشقاء في تونس أنه هم يعني يكملوا وبين أن أنا محتاج علي معلول في بطولة كاسة العالم للأندية فالحقيقة أوراق مهمة جدا جدا وفي نفس الوقت طيب لو ما غامرتش بالأوراق اللي عندك لو ما غامرتش بأوراقك الأساسية يعني لو ما لعبتش بأفشة وما لعبتش بالشحات وما لعبتش بمكسوني وما لعبتش بطاهر وما لعبتش بربيعة وما لعبتش بكل الأسماق بقى اللي انتوا شفتوها فماتش اسموحة دي طب هتجهزوا إمتى لأنه الحقيقة الشكل اللي ظهر عليه الفريق يقول أن فيه تراجع البعد أثر بشكل كبير جدا على انسجام آه طبعا فيه مراكز غيبة بأكملها يعني أنت خط النص عندك مش موجود أكرم والسلية وحمدي وديانج مش موجودين فأنت تلعب تقريبا بخط النص طبعا افتكس مستر مسلماني عشان يحاول يتخطى الحتة دي بس كانت توسعة شوية وأخلت بشكل كبير جدا بشكل الفريق وده أدى بالإضافة طبعا أنا متوقع بعد غياب طويل زي ده لازم بدنيا الفريق يبقى مش واقف على رجله على كل أحوال ده سؤال بكرة هتلعب ازاي احنا كأهلي مفروض نلعب ازاي نلعب بالشباب ونحافظ على اللعيبة بتاعتنا ولا ندي اللعيبة بتاعتنا عشان ياخدوا ماتش أخير قبل ما يروحوا كاس العالم عند الماتش السبت الجاي نحن نتكلم على ايه أيام يعني من السبت للسبت باقي من الزمن سبع أيام البعثة ان شاء الله هتسافر يوم من الاتنين اللي جاي هتسافر الإمارات على طائرة خاصة بيوصل عددها لخمسة وستين فيهم طبعا عدد من اللعبين المقايمين في قائمة الآلي وفيهم عدد من اللعبين الشباب عشان يعوضوا الغيابات اللي ضربت فريق للأسف في توقيت في منتهى السوق يعني ما كناش نتمنها كده على الإطلاق ولكن قدر الله مشاء فعل ورهننا وثقاتنا في الرجال اللي هتمثل الأهل في البطولة خليني أقول لكم الموقف بالنسبة طبعا للنجم طبعا بيرسيتاو الأسف شديد جدا هنفتقد جهوده بشكل نهائي بقى في بطولة كاس العالم للعندية قدامه أربع أسابيع عشان يقدر يرجع مرة تانية دكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي الناشئين وهو حاليا القائم بعمل طبيب الفريق الأول لكرت القدم قال إنه الأشعة اللي اتعاملت لبيرسيتاو أثبتت إصابته بالتمزق في العضلة الأمامية وقال إنه بناء على التشخيص ده اللعب تقريبا بيحتاج لفترة علاج طبيعي وتأهيل بتصل لحوالي أربع أسابيع بعدها بقى يبتد يرجع للتدريبات الجماعية للفريق وهو بالفعل بدأ يعني هو بيرسيتاو بدأ البرنامج اللي تحطله بدأ في يعني تنفيذ الجلسات العلاجي الطبيعي عشان يبدأ برنامج بقى العودة مرة تانية إن شاء الله بإذن الله ونتمنى نتمنى طبعا أنه الفترة ما تغيبش عن الفترة اللي حددها الجهاز الطبي لنادي الأهلي